مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الأول الدرس الثالث عنوان الدرس مقابلة قطعة جاك جيمز قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب وحاجة الفيسبوك والأستاذ طيح حسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس بكتاب الطالب مكتوبة على الصفحة اليونت الأول الدرس الثالث interview معناها مقابلة بالبداية يقول لي this is the student's first interview for their magazine هذه أول مقابلة لشخصية مشهورة على المجلة احنا ذكرنا بدوره السابقة أنه مدرست المصطفى للبنات أملت مجلة ومن خلال هذه المجلة عربنا أنه هناك أقسام عديدة للمجلة من ضمن هذه الأقسام أنه المقابلات اللي يسووها ويأشخاص مشهورين فيقول لي read and find words that mean the following اقرأ هذا المقطع النصي ثم جد الكلمات التي تعطي معاني هذه العبارات يعني بالبداية يقول لي اقرأ هذا النص اللي هي قطعة جاك جيمز طبعا هذه القطعة مطلبة من أدك بالامتحان التحريري من ضمن قطع الكتاب الاستيعابية بعد ما تقرأ هذا المقطع النصي يقول لي أكو كلمات تعطي نفس معاني العبارات التالية إذن رح نقرأ المقطع النصي نوضح مفرداته وراها نرجع نكتب أو نلقى الكلمات اللي تعطي نفس معاني هذه العبارات بالبداية يقول meet a local personality قابل شخصية محلية مشهورة this month هذا الشهر we talked to jack james تحدثنا إلى jack james هذا الشخصية he runs a pizza cabin هنا الرنز معناها يدير يدير كابينة لبيع البيتزا the well-known Italian takeaway and cafes in the high street the well-known مشهور Italian takeaway and cafes يعني المقاهي المشهورة لهذا الشخصية الإيطالية in the high street على الشارع العام أو على الشارع السريع I am sure we've all been there many times with our families يقول أنا متأكد أنه جميعنا ذهبنا هناك العديد من المرات مع عوائلنا وراها يسألة يبدأ المقابلة نحن نعرف أن المقابلة عبارة عن سؤال وجواب يسألة يقول how long have you worked at pizza cabin mr. james كم المدة التي استمريت في العمل بها في محل أو في كابينة بيئة الفيزا يا مستر جيمز أو يا سيد جيمز يقول له إجاوبة I've worked in the cafes for 10 years أنا عملت في المقهى لعشرة أعوام but I've lived in Ashby since I was born لكنني عشت في مدينة Ashby منذ ولادتي انتبهوا إيايا من الممكن أن يسأل الأستاذ بداخل الصف أو من الممكن أن يجيبه بالمتحانة التحريري يقول لي how long has mr. james worked in the cafe كم المدة التي عمل فيها في المقهى فتقول له 10 years لمدة 10 سنوان أو يسألك سؤال ثاني يقول لك how long has he lived in Ashby إجاوبة عائشة بمندلة Ashby تقول له since he was born منذ ولادته السؤال الثاني يسألك do you enjoy your work هل تستمت بعملك إجاوبة يقول له I enjoy some parts of my work أنا أستمتع ببعض الأجزاء من عملي I don't enjoy cleaning up when the cafe closes يقول مثلا أنا ما أستمتع بتنظيف المقهى عندما أغلق هنا نركز وياي من الممكن يسألني يقول لي شين الشيء اللي يحبها Mr. Jack James وشين الشيء اللي ما يحبها واحدة من الشيء اللي ما يحبها cleaning up التنظيف سأل سؤال ثاني قل لها what do you like doing in your spare time ما الذي تود فعله في وقت فراغك فيقول له I love painting أنا أحب الرسم what things do you dislike doing ما الأشياء التي لا تحب فعلها أنا كذلك رح يضيف لي على الأشياء أو إن شاء الله اللي ما يحب يسويها Mr. Jack James I don't like washing up ما أحب الغسل يعني غسل الصحون I have to do that at work لكنني يجب علي أفعل ذلك في العمل and I hate gardening وأنا أكره الاعتناء بالحديقة gardening معناها الاعتناء بالحديقة it is very hard work لأنه عمل شاق جدا but we have a beautiful garden لكننا لدينا حديقة جميلة because my wife loves gardening لأن زوجتي تحب الاعتناء بالحديقة what kind of people do you like and dislike سيقول له شن نوع الناس اللي تحبهم وشن نوع الناس اللي ما تحبهم فرح يوضح يقول له I really like people who are polite أنا أحب الأشخاص اللي يكونون polite هذه كلمة كلش مهمة معناها محترمين and ask for things nicely ويطلبون الأشياء بلطف I don't like people who are impolite أنا ما أحب الناس اللي هما impolite impolite هي عكس polite polite محترم impolite غير محترم أنا ما أحب الناس الغير محترمين and shout الذين يصرحون what's your favorite food ما هو طعامك المفضل Italian food الطعام الإيطالي of course قال له بالطوع أنا أحب الطعام الإيطالي بعتباره هو شخص إيطالي pizzas and pasta pizza والpasta اللي هي الماكرونة but I also like some English food لكن إني كذلك أحب بعض الطعام الإنجليزي like fish and chips كالسمك والبطاطا المقلية what's your favorite TV program ما هو برنامجك التلفزيون المفضل يقول له I watch all the programs about cooking أنا دائما أشاهد جميع البرامج المتعلقة بالطبخ My favorite one is taste of the sea برنامج المفضل هذا اسم البرنامج حاولوا تحفظه taste of the sea I always learn something ليش هو يحب هذا البرنامج اللي هو taste of the sea لأنه يقول I always learn something لأنه أنا دائما أتعلم شغلة من هذا البرنامج Do you have any suggestion for making the town better هل لديك أي اقتراحات كلمة suggestion كلش مهمة معناها اقتراحات هل لديك أي اقتراحات for making the town better من أجل عمل المدينة بشكل أفضل جعل المدينة بشكل أفضل يقول له there are too many cars in the town center يقول له أكو مشكلة أنه هناك العديد من السيارات في مركز المدينة why don't they build ring road لما لا يقوموا ببناء فلكة الring road هي الفلكة الخاصة بالشوارع الرئيسية هس فالك ويايا من الممكن أن يقول لي what is his suggestion ما هو اقتراح مستر جيمس شنالك اقتراحه على هذا المذيع وعلى هذا الطالب اللي سواوي على مقابلة يقول له to build ring road أنه نبني فلكة من الممكن أن يسألني سؤال ثاني يقول لي why لماذا؟ لماذا مستر جيمس اقتراح أنه نبني فلكة تقول because there are too many cars in the town center لأنه هناك الكثير من السيارات في مركز المدينة فهذه رح تحل أزمة السيارات المزدحمة أو ازدحام الشوارع إذن بعد ما قرأنا القطعة نرجع على المطلوب اللي طلبه من عندي قبل شوية يقول لي يقول لي حاول تلقى كلمات تناسب هذه العبارات يعني مثلا بالقطعة مرت علينا كلمة تشبه كلمة famous أو تعطي نفس معنى كلمة famous famous مشهور إذا انتبهتوا يا بالقطعة رح نلقى كلمة well known well known كذلك معناها مشهور إذن هذه تعتبر من المرادفات أحفظ أملاءها لأنه ممكن تجيك بالامتحان بسؤال الأملاء كمثال يقول لي famous ها تجيك بالسؤال الثالث يساوي فراغ فأنت لازم تكتب الكلمة اللي تعطي نفس معنى famous بعد number two the opposite of like أحفظ هاي كلمة opposite معناها معاكس يعني قبل دقيقة أو المثال اللي قبله نطيت مرادة في الكلمة مرادة في الكلمة تطي نفس المعنى يعني famous مشهور واللون همنا معناها مشهور لكن opposite هو معاكس الكلمة يعني مثلا like يحب شنعكس like أنا أقدر أطيك كلمتين اثنين قد تلاقيني بالقطعة أما أقول dislike dislike معناها لا يحب شوفوا هنا أنا نطيت عكس الكلمة أو أقول لك hate hate معناها يكره like يحب hate يكره like يحب dislike like لا يحب بعد polite polite أغلبكم انتبهتوا عليها polite معناها محترم شنعكس polite اللي هو محترم أخذناها بالقطعة impolite impolite معناها غير محترم a road round the town شي يقول لي يقول لي أريد شارع حول المدينة الشارع اللي حول المدينة سمعنا بالقطعة سمعناه ring road ring road الفلكة أو الشارع الحولي اللي داير مداير المدينة هذين الكلمات مهمة جداً بالامتحان التحريري تحديداً بسؤال الإملاء مثلاً يقول لي the opposite of like is فراب عكس كلمة like هي فراب فأنا لازم أعرف أنه عكس كلمة like هي dislike وننتبه هنا هذا سؤال الإملاء وليس سؤال مفردات يعني لا يجب ليها على شكل اسقاطات أو اختيارات وإنما لازم تكتب الكلمة مثل ما هي مثل ما أنت حافظها يعني تجيب الكلمة من عندك وتكتبها إذن عرفنا الكلمات التي طلبها من المدينة بداية الدرس الآن ننتقل على الأسئلة المتعلقة بقطعة Mr. James تمرين رقم واحد يقول لي answer the questions about the interview أجب على الأسئلة عن المقابلة المقابلة Jack James write short answers أريدك تكتب لي إجابات قصيرة مجرد تنطين الفكرة يعني كمثال السؤال الأول يقول لي How long has Mr. James worked in the cafe كم المدة التي عمل فيها السيد جيمس طبعا نعرف أما يقول لي Jack James أو Jack أو James ثلاثة من نفس الفكرة كم المدة التي عمل بها السيد جيمس أو Jack James في الكافي في المقهى ذكرنا بالقطعة أنه سيد جيمس عمل لمدة عشر سنوات أقول He has worked لقد عمل for ten years لمدة عشر سنوات جيد السؤال الثاني How long has he lived in HB كم المدة التي سكن أو كان يسكن فيها في مدينة HB إش قد صار له ساكن بمدينة HB ذكرنا بالقطعة أنه سكن بمدينة HB منذ ولادته أقول since he has born منذ ولادته ثالث What does he dislike doing عرفنا كلمة dislike 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 هي عكس like like معناها يحب dislike لا يحب ما الذي لا يحب فعله شن الشغلات اللي ما يحب يسويها ذكرنا بالقطعة أنه من الشغلات اللي ما يحب يسويها كمثال غاردنينج غاردنينج الاعتناء بالحديقة وبعد غسل غسل الصحون إلى آخره هذا من الشغلات اللي ما يحب يسويها مستر جاك جيمس Why معناها لماذا Why does he like the program A Taste of the Sea لماذا يحب برنامج Taste of the Sea احنا ذكرنا بالقطعة أنه من البرامج المفضلة عده Taste of the Sea وضح السبب قال ليش أنا أحب هذا البرنامج لأنه دائماً أتعلم من عنده شغلات فأقول He Always هو دائماً Learns Something هو دائماً ما يتعلم شيء من هذا البرنامج بعد Why does he think A ring road would help the town لماذا يعتقد بأن هذا الring road الفلكة أو الحولي سوف يخدم المدينة أو سوف يساعد المدينة ذكرنا بالقطعة لأن المدينة فيها الكثير من السيارات فيها الكثير من الازدحامات لذلك أقول Because لأنه There are too many cars لأن هناك الكثير من السيارات ما أن هناك الكثير من السيارات إذن أكيدك ازدحامات فهذه الring road اللي هو الحولي أو الفلكة سوف تساعد بتخفيف هذه الازدحامات هذا ما يخص تمرين رقم واحد وهي الأسئلة المتعلقة بقطعة مستر جيمس حاول تحفظها لأنها قطعة مهمة بالامتحان التحريري ومطلوبة من عندك بسؤال القطعة الاستيعابية الآن ننتقل لتمرين رقم اثنين يقول لي read the interview اقرأ المقابلة on the next page في الصفحة المقبلة answer the questions ثم أجب على الأسئلة شوف يعني منطيني قطعة وين بالصفحة القادمة اللي هي هاي القطعة همنا نفس الطريقة مقابلة بس هالمرة مو هي جاك جيمس هو واحد اسمه يحيا زكي يطلب من عندنا نقراها وبعدين أرجع أحل الأسئلة المتعلقة بيها اللي موجودة بتمرين رقم اثنين فالآن نقرأ المقابلة مرة ثانية ومن ثم نحلل الأسئلة المتعلقة بيها meet a local personality كذلك يقول لي قابل شخصية مشهورة بس هالمرة الشخصية مختلفة يقول لي this month هذا الشهر we talk to يحيا زكي تحدثنا مع شخص اسمه يحيا زكي he is a head teacher of a high school in the city هو مدير في مدرسة ثانوية في المدينة فكذلك أسئلة وجوبة السؤال الأول يسعلي يا الطالب يقول لي how long have you been a head teacher Mr. زكي كم المدة التي بقيت فيها أو اش قد صارلك head teacher مدير مدرسة يا سيد زكي يقول لي أو يجعوبا I've worked as a head teacher for 10 years تقريبا نفس التكرة أما نقل أنا صار لي عشر سنوات مدير مدرسة before that قبل ذلك I was a maths teacher كنت مدرس رياضيات يسأل سؤال آخر يقول لي do you enjoy your work هل تستمتع بعملك هذا ركزوا لي على الجواب اللي رح يجاول هي يقول لي I love teaching أنا أحب التدريس young people and working with other teachers أحب تدريس الشباب أو الناس الشباب والأشخاص الشباب and working with other teachers وأحب العمل مع المدرسين الآخرين I don't enjoy doing paperwork لا أحب الأعمال المكتبية أو الأعمال الورقية يعني أنا ما أحب العمل الإداري أنا أحب أني أكون مدرس وأدرس الطلاب يسأل سؤال آخر what do you like doing in your spare time ما الذي تحب عمله في وقت فراغك يقول لي I don't like sitting at home ما أحب الجلوس في البيت in the evenings في المساء so I go out a lot لذلك دائما أذهب للخارج I go to a French class on Mondays أنا دائما أذهب إلى صف لغة فرنسية أو دورة لغة فرنسية في أيام الأثنين On Saturdays I go to the gym أذهب إلى القاعة أو الصالة الرياضية What kind of people do you like and dislike نفس السؤال ما نوع الناس الذين تحبهم وما نوع الناس الذين لا تحبهم إجابة يقول لي I like people who can tell a good story أنا أحب الناس اللي يكون كلامها كلام جيد A good story هنا مو معناها قصة جيدة وأنما كلام جيد I really enjoy listening to them أحب الاستماع لهم I don't like students who drop paper لا أحب الطلاب الذين يرمون الأوراق And empty cans in the classrooms أو يفرغون العلب في الصف And don't put them in the litter bins ولا يرموها في سلة المهملات هاي الكلمة كلش مهمة Litter bin هي سلة المهملات بعدها يسأل سؤال آخر يقول له What is your favorite food ما هو طعامك المفضل إجابة I love Iraqi food أنا أحب الطعام العرافي وراه سألة يقول له What's your favorite TV program ما هو برنامجك التلفزيون المفضل إجابة يقول له I don't watch much television أنا ما أشاهد الكثير من التلفاز because I am usually out لأن عادة ما أكون بالخارج But I like some programs about health لكنني أحب بعض البرامج عن الصحة Health for all is my favorite برنامج اسمه health for all الصحة للجميع هو برنامج المفضل What's your favorite place in town ما هو مكانك المفضل في المدينة يقول لي The Corniche كلمة Corniche هل نستخدمها I go there every weekend أنا دائما أروح هناك في كل نهاية أسبوع Do you have any suggestions for making the town better يقول له هل لديك أي مقترحات لجعل المدينة أفضل يقول له The town needs some more parks المدينة تحتاج بعض المتنزهات الإضافية The roads are bridges should be improved to كذلك يجب تحسين تحسين الجسور والطرقات يقول لي بعد ما قررت القطعة الآن نحاول جاوب على هذه الأسئلة المتعلقة بالقطعة نحاول نقرأ الأسئلة ونحاول أن نحلها حسب القطعة أو المقابلة التي أخذناها قبل دقيقة يقول لي Where does Mr. Zeki work أين يعمل السيد زكي مثل ما قلنا أما Mr. Zeki يقول لي أو يحيا زكي أو مستر يحيا Where does Mr. Zeki work أين يعمل السيد زكي ذكرنا بالقطعة أنه Mr. Zeki يعمل as a head teacher يعمل كمدير in a high school في مدرسة ثانوية فأقول In a high school يعمل في مدرسة ثانوية الثاني النقطة الثانية What things does he dislike doing ما الأشياء التي لا يحفى لها ذكرنا بالقطعة أنه من الأشياء التي لا يحب يعملها Mr. Zeki هو العمل المكتبي ما سمنا؟ سمنا doing paper work لا يحب العمل المكتبي لعشي يحب أن يقوم بتدريس الطلاب يحب التدريس What language is Mr. Zeki learning in his evening class ما اللغة التي يتعلمها السيد زكي في الدورة المسائية أو الصف المسائي؟ ذكرنا أنه يذهب في أيام الأثنين لتعلم اللغة الفرنسية فأقول اللغة الفرنسية فرنسية نقطة الرابعة What is a letter bin tick The correct and in the box ماذا يقول لي؟ يقول لي ما هي كلمة letter bin شنو معناها؟ ذكرنا بالقطعة أنه letter bin معناها سلة مهملات يقول لك أنا منطيك مرادف إلها اختر المرادف المناسب من بين الأختيارات الثلاثة يعني كمثال A basket of flowers هي عبارة عن سلة من الزهور غير مناسب A container of food علبة من الطعام كذلك غير مناسب A place to put rubbish هي مكان لوضع المهملات أو الزبالة نعم إذن هذا الاختيار المناسب أوضع عليه صح النقطة الخامسة والأخيرة يقول لي What kind of program is health for all؟ ما هو نوع البرنامج التلفزيوني اللي تابعه أو اللي يحبه مستر زيكي؟ طبعا هو بيّن من اسمه health for all الصحة للجميع إذن هو برنامج صحي فأما أقول healthy program برنامج صحي أو أقول about health برنامج يتحدث عن الصحة هذا ما يخص تمرين رقم 2 كذلك هذه القطعة من الممكن بعض الأساسات التي يطلبوها من الطلاب كقطعة استيعابية حاولوا تفتهموها وتحلون الأسئلة المتعلقة بها وتحفظوها لأنها ممكن تجيك بالامتحان التحريري بسؤال القطعة الاستيعابية أما تمرين رقم 3 أسأل زميلك عن برنامج المفضل عن أكل المفضل فهنا سيعلمني طريقة السؤال شخص عن برنامج المفضل عن أكل المفضلة عن رياضة المفضلة نحن نقضيها سابقا بمراحلة سابقة مثلا أي شخص أشوفه أقول له What is your favorite food ما هو طعامك المفضل أو أقول له What is your favorite sport ما هي رياضتك المفضلة أو What is your favorite drink ما هو شرابك المفضل إلى آخره فالجاوبة يقول له مثلا I like Italian food أنا أحب الطعام الإيطالي مثلا سألنا على sport ما هي رياضتك المفضلة أقول له I like football I like tennis إلى آخره هذا مجرد نشاط صفي من الممكن أن الأستاذ يختار طلاب 2 طالب يسأل عن الرياضة أو الأكل أو الشرب المفضل لشخص معين والطالب الآخر يرد عليه إذن مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة المحادثة هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بي قطعتين قطعة مستر جاك جيمز ووضحنا أنه أعلى هذه القطعة كان هناك كلمات يجب حفظ إملائها ومعانيها لأنه ممكن تجد بسؤال الإملاء كذلك حلينا الأسئلة المتعلقة بها أسئلة مهمة جداً بالامتحان التحريري من الممكن تجد بسؤال القطعة الاستيعابية ومن ثم انتقلنا إلى قطعة ثانية اللي هي قطعة تيحية زكي تعرفنا على المعلومات المتعلقة بها وحلينا الأسئلة المتعلقة كذلك بالقطعة أما التمرين الأخير كان مجرد عبارة عن نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفاوي ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة تحبوا وتقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة ترجمة نانسي قنقر